هم الفوس ومتشون اسموعة بس كان فيه تزابزب شوية في الأداء ده إي أسبابه؟ المباراة الأولى هي ما كانش فيها يعني كان فيه ندية شوية يعني حسرنا أول شوت صح في المباراة الأولى حسرنا أول شوت بعد كده رجعنا المباراة تقريبا كان فيه ندية شوية من فرقة سموعة فرقة كويسة مع هاتنين محترفين مش فرقة يعني مش برضو لكن خبرة لعبة الزمالك والمحترفين والمحترف في التاني مباراة آه نهت المباراة من شوط الأولاني صحيح نهت المباراة من شوط الأولاني والمطش الأولاني اللي هو خلص تلاتها واحد لا كان فيه فولي كتير كان مطش كويس كان فيه فوليو وفيه رائل كتير أصلا موجود كرة راحة جاية ما بتخلصش بسرعة ده المطش الأول المطش الأول فده الفرق بقى بين لعبة الزمالك واللعبة سموح لعبة زمالك في عندك اليقى البدنية بتاعتهم كويسة في تغييرات موجودة يمكن أشرف غير تغييرين كانوا موفقين زي ما نقولت لك لما نزل أشرف أبو الحسن شغل المحترف كان أول مباراة ليه فده فرقة احنا خسرنا الشوط الأولاني كان لسه المحترف مغراش المالع عشان كده بقولك المحترف الثاني لازم يبص الأول يشوف لعبة تلعب ازاي هو صاحب خبرة ويقدر يأقلم نفسه بس أنا عشان اللعبة اللي موجودة شايف مين أحسن ولا أنت ما شفتش جواو رفايل قبل كده لا أنا شفته من فترة لا الاثنين أنا صاحب خبرة بس مين أحسن يوسيفاني ولا جواو ممكن يكون فيه لعيب صاحب خبرة في مهارات كتيرة وفيه لعيب عنده تلات مهارات مميزين يعني الكوبي عنده تلات مهارات مميزين التاني مهارات كلها متساوية كويسة فده يدي في الملعب أكتر يعني مثلا عندك مثلا أحمد يوسف في الاستقبال في الديفنس في البلوك ممكن يكون في الضرب يعني 70% لظروف أصابته لكن بيعوض بحاجات تانية كتير مثلا رضا هيكل لا رضا هيكل لعيب خلفه أمامي لا يعني لعيب كويس وإرسال كويس فعلاك شايف أن البرازيلي يعني مهاراته أكتر شوية من الكوبي استقباله كويس كمان ده في مصلحتنا إن شاء الله لا طبعا لا لا صحيح الاثنين اللعيبة يكملوا بعض كويسين إن شاء الله عدد من لعيب الفريق بدأ يستعيد مستوام ده راجع لوجود محترفين أقوية بقوا في الفريق ولا شغل جهاز فني ولا اللعيبة وقفت مع نفسها بعد الدروب اللي حصل هو حاجتين مع بعض عودة الروح للعيبة الأول هي دي الأساس والثقة جات لهم لما جيه لعيب أجنبي معهم يحسوا إنهم زي الفرق التانية واكتر فلما إنت لو شفت في مرض شسموحة بعد الشرط الأولاني لا اللعيبة في الملعب فائقة كل اللعيبة واللي برا عنده استعداد ورغبة للمشاركة فدي في حد ذاتها عودة الروح مرة تانية إنت لما بتخسر من فرق مش متعود تخسر منها ولا بتحصل بتكسر الفرق صحيح لكن هو أشرف والمجموع اللي معاها اشتغلوا من ناحية النفسية أكتر والناحية الفنية أكتر والإدارة عشان برضو لازم يوضحين الإدارة ما تأخرتش في الفترة دي خالص أنا أي حاجة للفرق صحيح هم ما استغلوا زي ما قلنا في بداية الحلقة استغلوا إن الفولي عنده أو اتحاد اللعبة سامح إن دلوقت سي ممكن المحترفين دي يجوا في أي وقت خلال الموز فده كان بالنسبة لهم قدروا يشتغلوا عليه غير البوسكت ده كان برضو من إيه برضو عشان الحق يتقال حسن الحصري كان ساب أماكن لمحترفين صحيح وحاول أنه يجيب محترفين أيام اللجنة المعينة ما عارفش أنا حاولت كتير أنا كلمت يعني حد من رسال الجنة المعينة وروحت عادت معاه عشان يجيب لعبين مهم موجود المحترفين بالتأكيد لأنه كل فرق الدوري المصري فيها محترف واتنين وحتى فرق مش جماهرية زي الزمالك وكان عندهم محترف عاو اتنين بازعبت وسموحة اه وسموح عن اتنين محترفين بالضبط والجيش والجيش عنده اتنين بالضبط بالضبط طيب وجود محترفين بالمستوى ده في الفريق هيكون مفيد للعيبة اللي لسه سعدين هيقدروا يستفدوا من خبراتهم هيفرق وجودهم في الفرق هيقدروا ينقلوا خبراتهم للأعمار الصغيرة في الفرق ومتوسط الأعمار وكل الناس دي اكيد اكيد بس عودة استمرارية الوقت دي هو اه هيستفيد في في مشاهدة في التدريب بس مش حالا اكيد ده من الموسم الجايلاء طبعا يستفيد كتير يعني اللعيبة المحترفين انت بتجيب لعيب محترف ليه لازم يبقى اعلى من اللي عندك ما يبقاش زي اللي عندك اه حتى افضل اللعيب عندك بيبص ليه في دقل المهارة في وقفته ما هذه الحاجات دي بتفرق بين اللعيب ولعيب هو اللعيب المحترف اه تمارس على الضغوط تمارس على اه الضغط العصبي سواء في مباراة او في التدريب او في بطولة فدي اه لا بنستفيد كتير من اللعيب المحترفين يعني لو لعيب محترفين استفادة ممكن احققها من وجودهم اكبر استفادة يستفيد بها الناشئين اكتر اه الناشئ اللي طالع اه يعني مثلا عندك مثلا سيف عبد محمد مجدي اه حد من اللعيب الكبار اللي موجودين اه بيبص اللعيب ده بي بي مش هيقول بيقلدوا في حاجة لا بي بيحاول في اداء المهارة نفسيها هو لما بيسخنوا ع بعض اه في استفادة صحيح صحيح اشتركوا في القناة